بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعده الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث والتي خصصتها من أجل الحديث عن الاحتلال الإنجليزي لمصر والمآسي التي جرت في ذلك الاحتلال وكنت قد حدثتكم في المرة الماضية عن احتلال الإنجليز للقناة أو مدن القناة واحتلالهم من التل الكبير وانتصارهم العرابي بالأصح في التل الكبير وتقدمهم إلى القاهرة وقفنا عند هذا التقدم إلى القاهرة ما أريد الآن الحديث عن التقدم إلى القاهرة القاهرة أريد الآن الحديث عن قضية تقويم ما جرى حتى الآن لأن هذا هو الذي يعنينا بقوة ويلقي الضوء على سبب الهزيمة التي منينا بها إلى ذلك الوقت في الحقيقة من أهم الأمور أن لم نكن قد عددنا أنفسنا عدادا جيدا للمعارك هذا من أهم الأمور التي يجب أن نبدأ بها البلاد ما كانت مستعدة الشعب المصري ما كان مهيئا على أنه في الحقيقة الشعب المصري كان مستاء من كل الذي جرى وكذا أما أتحدث عن قضية الخديو والحكومة والمظالم أتحدث الآن فقط عن المواجهة مع الإنجليز ما هو الشعب المواجهة؟ وأنا على ثقة تامة أن الشعب لو هيئ للمواجهة وسلح ودرب ونفقت فيه روح المقاومة والجهاد التي ما إن تنفخ في أي شعب المسلم كان إلا ويجد المحتل صعوبة شديدة جدا أمامه هذا والشعب المصري مشهور بهذا على مدار التاريخ أيام الصليبيين وأيام التار والحملات المتتالية بعد ذلك نابليون وجوفريزر وكيف تردوا جوفريزر حملة بريطانية طردت من مصر وكان بطولات أهل رشيد سطروا أجمل وأروع البطولات فأنا على يقين أن الشعب لو هيئ ودرب لكان مستحيل على الإنجليز أن يحققوا على الأقل التقدم الذي تقدموه في ذلك الوقت القصير ومما يدلك على استهانة شديدة أن الإنجليز جاءوا بتقريبا بنصف عدد حملة نابليون الذي جاءت الحملة الفرنسية على مصر كانوا في ثلاثين ألفا الإنجليز كانوا في تقريبا خمسة عشر ألفا فقط وما هو كل من الذين جاءوا في البدايات جاء منه قرابة ستة آلاف شخص فقط في بدايات الأمر واستهانا وكأنهم كانوا متأكدين تماما من أن الأمور في مصلحتهم وأنهم سيحتلون بلد بدون مقاومة فعلية لذلك كان عدم تسليح الشعب وعدم تهيئته للمعركة كان من أكبر أسباب الهزيمة في الحقيقة وظهر ما ظهر من أن الإنجليز تقدموا بدون مقاومة شعبية واضحة وهذه حقيقة لابد أن نعترف بها ونقر لن نخسر شيئا يا الأخوة عندما نعترف بالحقائق لكن سنخسر كثيرا عندما نكابر سنخسر كثيرا عندما نقول لا نحن قاومنا ما كانت هناك مقاومة بالعكس ما نقول قاومنا ووصل الإنجليز بسرعة يعني إلى واحتلوا مدن القناة واحتلوا إسكندرية معناها أننا نحن ضعاف جدا ما عندنا قدرة على المقاومة لكن عندما نقول نحن لم نقاوم ولم نهيئ للمقاومة وكنا شعبا أعزل ساعتئذ يسهل الأمر عن نفوس أن تتقبله قليلا وتلقي بالمسؤولية الكبرى على قواد الجيش وعلى الحكومة وعلى الخديو وعلى أركان مصر آنذاك هذا هو الواقع الذي ينبغي أن نقف عنده وأن نعترف به لا يعني هذا أن الشعب استثم تماما حصت مقاومة بعض المقاومات لكن كانت لا تريق بسمعة الشعب المصري العظيم الذي قاتل وجاهد على مدار التاريخ وأخرج الصليبيين وأخرج التتار وطرد نابليون وطرد حملة جو فريزر وقتل كليبر لا تليق لا تليق أبدا السويس سلمت بدون مقاومة أخليت مدن القناة من الجيوش ما هذا الذي يجري؟ مأساة ومهزلة يعني كانت أيضا قوات العرابيين وجيش المصري خسر أهم أركان حربه في أوقات صعبة جدا راشد حسني البطل كبير خسره جيش المصري وأبلى بلاء حسنا جدا علي فهمي أيضا أصيب وخرج محمود فهمي أسر في واقع يثير حولها عرابي الشكوك إلى آخرية المهم يعني هذه جملة من أمور لا بد أن نذكرها في بدايات الأمر الأمر الثاني الذي ظللنا نعاني منه طويلا وما أدري متى سينتهي وهو قضية الخيانة وقضية العملاء أما العملاء فكان هناك عملاء واضحون لإنجلترا في غزوها عملاء كبار أمثال الخديو وعمر لطفي باشا محافظة اسكندرية هذه عملاء كبار وهناك عملاء صغار وخيانات جرت من البدو الذين دلوا الجيش الإنجليزي على معسكر التل الكبير والذين ضللوا البارود عندما أراد أن يذهب إلى قصاصين فالبدو والبدو على مدار التاريخ الأعراب يعني الله سبحانه وتعالى قال أعراب أشدوا كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله فالأعراب الساكنين الصحراء يعني هو عبيد لمن دفع في كثير من الأمور وكثير من الأحيان وكثير من القضايا لا أعمم هنا طبعا بعضهم شرفاء بعضهم مجاهدون وبعضهم أبطال وبعضهم يعني ما يقبل هذا أبدا لكن كثير منهم على هذه الشاكلة وعنينا منهم طويلا حتى في حرب فلسطين الأخيرة في صحراء النقب وغيرها كان يعني تعاون الأعراب مع اليهود كان واضحا ولولا أن الأبطال المصريين ذهبوا إلى بدوا النقب وتفاهموا معهم وجلبوا لهم المياه لكان معاونتهم مع اليهود استمرت وتكاثرت وكبرت وهذا أمر معلوم من التاريخ الحديث فخيانة بعض الأعراب البادية وكففت عن ذكر أسماء القبيلة أو اسم القبيلة خانت أنا ما أريد أن أشاهر بأحد لكن أذكر كلاما عاما أيضا الخيانة الأميرال لاي علي يوسف المشهور بخنفس وتطمينه عرابي بأن الجيش الإنجليزي لن يهجم ليلا ونام الجند ونام المعسكر والجيش كان يتقدم أيضا خيانته الكبيرة فيما جرى في حرب الإسكندرية خيانات خيانات يعني كبيرة وكبيرة جدا في صوف الجيش أدت إلى ما أدت إليه خيانة الضابط أحمد عبدالغفور أو أحمد عبدالغفار خيانة كانت أيضا كبيرة ومؤلمة على النفوس لأن نحن نحتاج أن نجمع كل الطاقات لكن هذا هو الوضع وهذه يعني العملاء والخيانات تجري نحن نعلم أن فلسطين أي الأخوة والأخوات ما سقطت إلا بالخيانة هذا أمر معلوم على اشتدات قوة إنجلترا واليهود وضعف العرب والمسلمين أنا ذاك سواء كان في الحرب الأولى أو الحرب الثانية يعني حرب سنة 67 هجري 48 ميلادي أو النكبة العظيمة 87 هجري 67 ميلادي كنا خيانات متتالية كنا يعني كانت خيانات ظاهرة وواضحة على مستوى كبير وعلى مستوى صغير اليوم في فلسطين والجهاد فيها مبارك وكذا من الذي قتل أحمد ياسين؟ من الذي قتل الرنتيسي؟ من الذي قتل صلاح شحادة؟ من الذي قتل سعيد صيام في حرب غزة الأخيرة؟ من الذي قتل البطن نزار ريان؟ اليهود نعم لكن من الذي دلهم؟ من الذي دل اليهود؟ العملاء والخوانة الذين يعهد اليهود بوضع ملصقات على سيارات المجاهدين وعلى أماكن المجاهدين فتأتي الطائرة وتضرب تعرف من خلال الجس الحراري لهذه الملصقات تعرف المكان وتضربه خوانة عملاء في العراق الخوانة والعملاء هم الذين مكنوا للأمريكان وثبتوا أقدامهم يعني هذه نقطة معلومة ومعروفة في أفغانستان أيضا خوانة وعملاء في كل مكان للأسف الشديد الخوانة والعملاء هم الطابور الخامس الذي يساعد العدو دائما على احتلال البلد وهذا أيضا أمر معلوم ومعروف وأما الخيانة في زمن احتلال الإنجليز كانت حتى من جانب الخديوي ومن جانب بعض كبار أركان دولته للأسف الشديد كانوا يعني عملاء وخوانة الإنجليز بهذه الصيغة لا بد أن نقول بهذه الصراحة لا بد أن نضع النقاط فوق الحروف ونظهر حقائق للشعوب المسلمة لأنها خيانة خيانة وخيانة كبيرة وكبيرة جدا أيضا يعني للأسف الشديد منشور إعلان عن صيان عرابي ظهر في أشد الأوقات حرجا وفداحة وكانه أثر سيء وسيء جدا في موازين المعركة وانسحاب بعض الضباط ويأسب كثير من الجنود وتفرق الناس عن عرابي هذا أيضا أمر مهم لابد أن يقدر قدره ويعرف لأن هذا أمر لابد أن يظهر أيضا في باب العبر والعظات الخديو له منشور منشور مؤلم ومؤلم جدا ماذا قال فيه في خضم المعارك قال ليكن معلوما عند السلطات الملكية والعسكرية أي المصرية في قناة السويس أن أميرال الأسطول الإنجليزي سيمور يعني وقائد جيوش البريطانية العام إنما أتيا إلى مصر من قائد جيوش البريطانية العام جنرال ويلسلي اسمعوا الضحك على الشعوب إنما أتيا إلى مصر لأعادة الأمن والنظام إليها ومن ثم سمحنا لهم كأن الخديو في موقع أسمح أو لا أسمح سمحنا لهم باحتلال جميع الأمكنة التي يريدان احتلالها ومن خالف أمرنا هذا ينزل به أشد العقاب تصوروا هل هناك رئيس دولة عاقل مخلص وطني أترك قضية إسلامي قلنا لكم يعني كانت مضمحلة كثيرا في كل أو أغلب تلك القيادات في الحقيقة هل هناك رئيس دولة يحترم نفسه يقول سمحنا لهم باحتلال جميع الأمكنة التي يريدان احتلالها ثم يقول ومن خالف أمرنا هذا ينزل به أشد العقاب يعني من جاهد المحتل من جاهد الإنجليز ولم تسمح له نفسه بأن يستسلم للإنجليز ينزل به أشد العقاب بعد ذلك انظر يعني المصريين المساكين وقعوا بين فكي كماشة الإنجليز والخديو إن عصوا الخديو وقاتوا الإنجليز نزل بهم العقاب وإن تركوا الإنجليز يدخلون احتلت بلادهم ونزلت بهم الهزيمة يعني موقف صعب وصعب جدا وليأصل هذه المواقف الخيانية ضعف الإيمان في النفوس واستهانة بمستقبل البلاد وعدم الاكتراث للشعب وأنه سيأتي عليه احتلال واحتلال طويل دام 72 سنة يعني ما هو يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين فوسأتي إن شاء الله تعالى بعد الفاصل إخوة الأخوات على بقية من الأسباب التي أدت إلى تلك الهزائم المتكررة فابقوا معنا السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل إخوة والأخوات كنت أتحدث معكم عن قضية أسباب الهزائم المتتالية من الإسكندرية إلى قصاصين إلى التل الكبير وهزيمة عرابي ولماذا حدث هذا؟ فذكرت بعض الأمور وبعض القضايا من أهم الأخطاء أيضا التي حدثت وكانها أثر كبير تردد عرابي أو عدم إرادته ردم القناء القناء فتحت أيام الخديو إسماعيل وسمح بها الخديو سعيد وسبحان الله تجلت نظرة محمد علي باشا الثاقبة إزاء القناء فالفرنسيون كانوا قد خاطبوه وكانوا يريدون منه أن يشق القناء رفض وقال مقولة عجيبة قال لا أريد أن أوجد وأحدث بسفورا آخر في مصر سعى الله معنا هذا العسكري كان يعني رجلا عاميا لا يقرأ ولا يكتب لكن عنده نظرات بعض النظرات الثاقبة هناك أخطاء كثيرة تدور حول محمد علي وأنا ذكرتها من قبل ما أعيد الآن لكن أحمد منه هذا الموقف وأعجب لجندي أمي يكون عنده هذه النظرة الواسعة بعيدة إلى الأمان قال لا أريد بسفورا آخر في مصر والبسفور طبعا هو مضيق تقع عليه إسطنبول وأحدث قلاق الكبيرة جدا جدا في الدولة العثمانية ومشكلات وحروب حدثت تسبب مضيق البسفور فالرجل يقول أنا لا أريد بسفورا آخر في مصر فرفض وعرض على عباس حفيد محمد علي جاء بعد إبراهيم باشا الحاكم الثالث لمصر كان عباس رفض عباس وبقوة لما أرد على سعيد يعني سعيد كان مرتميا في أحضان أوروبيين والفرنسيين بالذات فوافق ثم أكمل إسماعيل المهزلة والمأساة وافتتحت قناة السويس منذ أن افتتحت كانت وبالا وشرا على مصر وأنا ذكرت في تفاصيل الحلقات السابقة وقناة السويس القضايا الخطيرة التي تورطت فيها مصر وسوف يفتح القناة وأنها كانت بؤسا تاما على مصر منذ أن فتحت إلى أن خرج الإنجليز قرابة تسعين سنة كانت بؤسا كاملا فعلا على مصر والمصريين ولم ينالوا منها خيرا بسبب المكائد والعيب والاتفاقات الخطيرة التي حدثت وسحبت الثروة ثروة القناة من مصر بصورة أو بأخرى أشار محمود فهمي على عرابي أن يردم القناة ولو صنع لما استطاع الجيش الهندي الواصل من الهند أن يلتقي بالجيش القادم من إسكندرية بسهولة على الأقل ما استطاع بهذه السهولة لما استطاع الجيش الإنجليزي أن يتحرك في منطقة القناة ويدخل إسماعيلية بسرعة ويحتلها ويتقدم ولما استطاع أن يصل إلى القاهرة بالسهولة الشديدة يوصل إليها وسأتي على الحديث عن منضوع القاهرة ما تكلمت به بعد كان له طريقان لا ثائث لهم إما ينزل من الدلتة والدلتة كان في شهر أغسطس وستمبر هناك فيضانات وهناك ترع وهناك عقبات وهناك أهالي وقراء بالمئات أمامه وهناك من يستطيع أن يقف في وجه الجيش ولا يسمح له بالمرور على الأقل يعطله طويلا حتى يتدارك القوم في القاهرة أنفاسهم ويخرج من صدمة الهول المفاجأة هذا كل ما صار للأسف الشديد أو ينزل من الصحراء حيث لا زاد ولا ماء ولا كلأ والوقت في أغسطس وستمبر شديد الحرارة تكون الصحراء فلكن للأسف التردد وضعف الرأي وعدم وجود بعد نظر في القضية وعدم وجود الشورى في حياة المسلمين إلى ذلك الوقت وإلى هذا الوقت في الحقيقة حتى نكون صادقين مع أنفسنا ومع الناس ما كان هناك قدرده يصدر عنها عرابي قيادة حقيقية للجيش إنما كانت آراء يعرض عليها محمود فهمي القضية ويرى أهميتها ويرى أهمية كبرى لردم القناة وإيقاف التقدم الإنجليزي يرفض عرابي ما كان هناك مجلس يستشيره وينزل على رأيه كقائد حرب مجلس حربي يعني للأسف كان غير موجود فيما أعلم على الأقل فيما قرأت من التواريخ غير موجود بهذه الصورة القوية الواضحة ورفض وكان في ذهنه أمران اثنان ديلي سيبس كان يزين له أن الإنجليز لن يأتوا ولن يجرؤوا على الدخول من المنطقة القناة احترام المواثيق الدولية وشرف الدولي وأي يوم من الدهر كان أعداء يحترمون الميثاق الدولي والشرف الدولي أي يوم من الدهر كان هذا يحدث ما أدري وأيضا زين له أن القضية أن الإنجليز سيأتون من خارج القناة بسبب احترام الخطوط التجارية والملاحة في قناة السويس وزين له الأمر وما وافق وخاف بعض المؤرخين اعتذل لأعتذارا باردا يقول إنه خاف من أن تتأكد الدول الكبرى المجتمعة في القسطنطينية أسطنبول آنذاك تتأكد تأكد تاما من العرابي رجل ثائر عاصي يريد أن يهدم المصائح الأوروبية فلتتأكد جميع الدنيا من ذلك والأحافظ على المصائح شعبي وقومي وديني وبلادي وأرفعها كما ينبغي لا أسف الشديد يعني ما طيب أيضا إهمال تحسين جبهة شرقية بناء على هذا الظن أن نجيزا يأتوا من القناة فأهملوا تحسين جبهة شرقية واكتفوا بتحسين كفر الدوار والتل الكبير وأهملوا جبهة شرقية التي نزل منها الإنجليز بسهولة بعد ذلك وهزموا عرابي وتوجهوا إلى القاهرة أيضا عامل المفاجأة أنت متحصن في تل الكبير كان ينبغي قبل أن تنام أن تجعل هناك عيونا متقدمين بضعة كيلومترات ينظرون في شأن التقدم الإنجليزي لو حدث لا تأمن لمن يأتي ويطمئنك من إنجليزا يأتوا يعني هذه أبجديات يعني أنا الرجل مدني ما العلاقة بالجيش لكن هذه أبجديات ينبغي أن تكون في أي جيش مقاتل يعني يعني ألف باء القتال كما يقولون فالأسف الشديد اعتمد على ذلك ولم يتنبه إلى المكيدة وأن الحرب خدعة وكانت مفاجأة كبيرة جدا لعرابي أيضا عرابي كان وزيرا للحربية وكان يعلم بتقص الأحداث وكذا أن الإنجليزي أن يسكتوا على ثورته وأن يسكتوا على طريقته في التعامل مع الخديو كان ينبغي أن يحصن البلاد ويهيئ العباد مبكرا قبل نزول الإنجليز مدة كافية حتى الناس يستطيعوا أن يلتقطوا أنفاسهم في هذه القضية الخطيرة بقاءه في التل الكبير وعدم نجدته وتحركه سواء كان إلى قصاصين أو لاستقبال الجيش الإنجليزي لو جاء ثباته في التل الكبير كما ثبت قبل ذلك كفر الدوار كان خطأا ظاهرا مبينا فما غزي قوم قطوا في عقر دارم إلا ذلوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فبقاءه وعدم حركته أيضا نقطة خطيرة وسيئة هناك لواء اسمه علي الروبي هذا اللواء كان قائد لواء في مريوت أسندت إليه قيادة المعركة أسندها إليه عرابي ولم يصل إلا قبل 24 ساعة فقط من المعركة إلى منطقة القتال بين القصاصين وتل الكبير وكان ينبغى أن يقوم عرابي بنفسه ويتقدم لكن أسند القضية إلى اللواء علي الروبي الذي كان قد أتى لتوهي قبل أقل من 24 ساعة ما استطاع أن يتعرف على الأحداث أو أن يكون قادرا على استيعاب الموقف كما يقال هذه نقطة أيضا كانه مطعوم في مقدرته الحربية بصورة و بأخرى علي الروبي اللواء علي الروبي على شجاعته وإخلاصه ما كان من أخوانا ولا من عملاء ولا كان من ضعاف النفوس لكن مقدرته الحربية كانت ضعيفة نوعا ما العجيب أن حامية دميات ودميات قريبة نوعا ما حامية دميات ما تحركت وكان فيها خيرة الجنود المدربين الأقوية والمعتادين على القتال ما تحركت حامية دميات لتدخل المعركة قلت لكم هناك ضعف عام ضعف عام في الحقيقة في هذه القضية ما أدري لماذا أيضا كان للأسف الشديد هناك نوع من الغرور عند العرابيين عموما كانوا يرون أن الإنجليز لا يمكن أولا أن يبدأوا بالقتال وإذا بدأوا بالقتال فالحصون الإسكندرية من المناعة بمكان حيث لا يستطيع الإنجليز أن يحطموها أو على الأقل ستصعب عليهم جدا أوهام في رؤوسهم ليست مبنية على تقارير حربية واضحة إعداد حربي كاف ليست هناك ما كانوا يعرفون أصلا إيش القوة الإنجليزية ويقدرون حق قدرها بينما الإنجليز يعرفون كل صغيرة وكبيرة في الحصون وفي إسكندرية وفي مصر عموما بسبب العملاء وتقاريرهم وأيضا معرفة الإنجليز بسلاح المصري لأنهم كانوا هم الذين يسلحون المصريين على مدار طويل يعني قبلها فالغرور هذا كان منازما للعرابيين حقيقة وعدم تقدير الموقف حق قدره وأن بس فقط الإنجليز أتوا من أجل التهديد والوعيد فقط أنهم لن يجروا على غزو الإسكندرية أو النزول في الإسكندرية واستدلوا على ذلك بأن مذبحة الإسكندرية حصلت وما تدخل هؤلاء فظنوا أن القضية يعني في هذا الأسف الشديد بهذه الطريقة ضاع الوقت وسبق السيف العذل العذل يعني اللوم أيضا ما كانوا مستعدين حق الاستعداد في التحصينات لبلادهم في النهاية العرابي مفروض أن الأمر لا يأتي مفاجأة له أن يكون قد عد المعسكرات الشعبية للشعب أن يكون هيئة الجيش وقادة الجيش للمعركة أن يدور بنفسي على الثكنات والمعسكرات وينبه الناس أن يقيم استحكمات الكافية ضد أعتى الجيوش المدربة وكان القوات الإنجليزية بالذات القوة البحرية الإنجليزية كانت أقوى قوة بحرية في العالم وإنجلترا كانت الدولة الأولى في العالم أنذاك تماثل الآن أمريكا فيعني المسألة كانت تحتاج إلى نظر طويل هذه يعني نظرة لا نظلم فيها عرابي أنه سيأتي تقويم لثورة العرابية كلها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة لكن لا يمنع هذا أن أقول مع هذه السلبيات كلها الجيش المصري أظهر بطولات نادرة استبسل في الحقيقة بالدفاع بقوة عن بلاده وفي الإسكندرية دكت الحصون على رأسه وقتل منهم المئات وهم باقون في أماكنهم مما استدعى أجاب الأوروبيين وتنويهم بهذا الموقف أيضا هذا يعني أمر يحسب لهم حاول إنجيزيا يتقدموا في معارك في غرب خرشيد ومعاركة الرمل واشتبكوا مع المصريين وردوهم المصريين ردوهم خاسئين إلى الإسكندرية مستطعون يتقدموا أظهرت جند بطولات كبيرة جدا في معركة التل الكبير والقصاصين وكادوا في القصاصين أن ينتصروا لو لا خيانة البدو وتضليل محمود سامي البارودي الذي جاء من أجل المعونة وأن يكون عونا ومددا للجند في القصاصين أيضا في التل الكبير ظهرت بطولات نادرة وحسن ردوان وغيره بقوا على أماكنهم حتى حملوا حملا إلى ولسلي الذي قدر فيهم هذه الشجاعة الكبيرة وعاد إليه سيفه لأن عادة الأسير يقدم سيفه لآسره وكانوا إلى ذلك الوقت معهم السيف بجوار البندقية فقدم سيفه وأرجعه إليه احتراما له وتقديرا لبسالته أنا ما أغمط جند المصريين حقهم أبدا لكن أقولك هناك ضعف عام في التقدير والتخطيط وتناول المسألة والنظر إليها ماذا جرى بعد ذلك وتقدم الإنجليز إلى القاهرة ومحاكمة عرابي هذه سآتي عليها كلها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة